اشتركوا في القناة وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فصلوات الله وسلاه عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن سار على دربك إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله فموضوع خطبة اليوم العدل بين الأبناء والإحسان إليهم ويأتي هذا الموضوع الهام في سياق أعظم وأعم وأهم ومتكامل قضية تربية الأبناء ومسؤولية الآباء والأمهات بل ومسؤولية المجتمع في إعلامه وفي مناهج تعليمه وفي مدارسه وفي جامعاته مسؤولية كل ذلك تجاه أبنائنا وشبابنا وبناتنا ونحن نرنو ونتطلع إلى إيجاد مجتمع من القوة والمتانة والتكافل والتراحم والتعاون والتعاضد والتساند إلى غير ذلك مجتمع تسود فيه قيم الإلفة والأخوة والمحبة ليكون هذا المجتمع قادرا على مواجهة كل التحديات وليكون مؤهلا في يوم من الأيام ولابد أن يأتي ذلك اليوم وإن شاء الله يكون قريبا أن نكون أهلا لجند الله أن نكون أهلا لمن يفتح الله على يده المقدسات ويحرر لنا مقدساتنا فإذا لم يكن شبابنا وأبناؤنا محل رعايتنا ومحل تربيتنا ومحل اهتمامنا فكيف يمكن أن نعد هذا المجتمع في سياق هذا كله يمكن أن تأتي قضية من القضايا ذات الأهمية الخاصة في إيجاد الأسرة القوية المتكافلة المتراحمة التي تتطهر من الظلم والطغيان والبغي والحسد والحقد والعداء والعداوة ويتحقق فيها معاني التآلف والتراحم من خلال قضية العدل بين الأبناء والإحسان إليهم فهي قضية من القضايا التي تندرج في جملة قضايا كبيرة وخطيرة كيف نوجد هذه الأسرة القوية المؤمنة لنوجد المجتمع القوي المؤمن أيضا ولذلك كم كانت عناية القرآن العظيم بقضية الأبناء وتربيتهم وتلفت أنظارنا إلى أن نأخذ دروسا وعبرا عظيمة مثلا من خلال قصة ابني آدم ومثلا من خلال قصة نوح وابنه ابن نوح أقصد النبي نوح عليه الصاسم وابنه وهذا النموذج ليقدم للنموذج الأرقى الأعظم من خلال إبراهيم وإسماعيل عندما يكون الأب والابن على منهج واحد كيف تكون الطاعة لله وكيف يكون الاستسلام لله ليعطين نماذج أخرى من التربية فيما يخص قضية الأبناء على وجه الخصوص في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وإذ كنا نتحدث عن قضية العدل بين الأبناء فإنه لمما يؤسف له حقا أن بعضا يورد كبيان لأثر سلبي لعدم العدل بين الأبناء يورد قصة يعقوب مع أبنائه ويستشهد بجزء من آية حكاها القرآن على لسان أبناء يعقوب غير يوسف عليه الصلاة والسلام إن أبانا لفي ضلال مبين ثم يخوضون في تفسيرها ليزعم زاعمون وهم على غير وعي بما يقولون إن يعقوب لم يكن يعدل بين أبنائه فانظروا يا رعاكم الله إذ لم يعدل يعقوب بين أبنائه كانت النتيجة أن فقد يعقوب ابنه سنوات طوال وأنه أوغر صدور أبنائه عليه وعلى أخيه أو أخيهم إلى غير ذلك من المزاعم المفترى فرية ادعاها إخوة يوسف على أبيهم النبي المعصوم حكاها القرآن يبين لنا من هؤلاء بنوا إسرائيل من هؤلاء الذين سنتعامل معهم فيما بعد إذ بأبيهم يغدرون وإذ على أبيهم يكذبون وإذ بأخيهم أيضا يكون الغدر وتكون الخيانة وكذبوا مرة أخرى وثالثة عندما قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يكذبون فنأخذ هذه الافترفرية والكذبة إن أبانا لفي ضلال مبين فنبني عليها أنه أنظر إلى آثار التفريق بين الأبناء نتهم النبي يعقوب عليه الصاسم بهذه التهم الخطيرة نعم كان يعقوب يحب ولدها ويحب يوسف حبا عظيما قطعا القرآن بيّن ذلك لكن من قال إنه كان يفرق في التعامل الظاهري بينهم إذن نحن أمام قضية كبيرة وأولاه القرآن عناية عظيمة تقوم على أساس قو أنفسكم وأهليكم نارا وتقوم على أساس كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ولذلك جاء في هذا الصدد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بشير والد النعمان بن بشير ليشهد النبي عليه الصاسم على عطية أعطاها لولده النعمان وكان صغيرا ويقول له النبي عليه الصاسم في روايات متعددة في ذلك ألك ولد غيره؟ قال بلى قال أكلهم نحلته ذلك؟ قال لا قال إذن لا أشهد على جور أو قال أشهد عليه غيري أو قال اتقوا الله واعدلوا بين أبناء ثم عدة روايات في هذا الشأن لا شك أن قضية العدل بين الأبناء هي أساس في تأكيد الثقة بين الأبناء فيما بينهم وتأكيد الثقة والمحبة والمودة والألفة بين الأبناء وبين الأسرة الواحدة وبين الأبناء والآباء وتحقيق لشرع الله وتحقيق لقيم عظيمة وعظيمة جدا نحن أحوج ما نكون له قضية الكرامة قضية العزة قضية العدل إلى غير ذلك من الحقوق مع أن للعلماء تفصيلات دقيقة في هذا الشأن في قضايا التفريق في العطية بين الأبناء لأن بعض الأبناء قد يكونوا ذا حاجة أن بعض الأبناء قد يكونوا ذا عيال أن بعض الأبناء يكونوا ضعيف الحيلة أن بعض الأبناء يكونوا بارا إلى غير ذلك وغيره جاف وعاق ولكن مع ذلك لم يسمح الإسلام أبدا بأن نفرق في أساس العدل وهو الأساس ثم بعد ذلك التفاصيل في كل حالة لا بد أن يكون فيها فتوى من عالم محقق لنخرج عن قضية الهوى وقضية الظلم في هذه الأمور التي تورث الكثير الكثير من الضغينة والأحقاد والبغضاء وأيضا لم يسمح الإسلام أبدا في قضية التدخل في الميراث وخاصة أولئك الذين يفرقون سواء في حياتهم بين الذكور والإناث وهؤلاء يشهد ظلما أو الذين يحاولون أن يمنعوا ميراثهم عن بناتهم أو عن بعض أبناهم لأي سبب من الأسباب لأن القواعد في ذلك أن المال مال الله وكلك الله فيه فطالما أنت على قيد الحياة أنت موكلٌ بهذا المال والمال ليس ملكًا لك فإذا ما أفضيت إلى ربك انتقل المال إلى مالكه سبحانه وتعالى وربنا رحمةً منه ولطفًا بنا وكرمًا بنا أعاد المال إلى ورثة هذا المتوفّة لكن هو يعيده سبحانه ولكن هو يقسمه سبحانه وتعالى لأنه الرحمن الرحيم لأنه العليم الخبير لأنه أرحم بنا من أنفسنا لأنه العدل الحق جل جلاله ولذلك في هذا السياق في سياق آيات الميراث كان قوله تعالى آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضةً من الله إن الله كان عليماً حكيماً هو العليم فيما وزع وفيما شرع وفيما قسم وهو الحكيم في كل ذلك ولا يتسع المقام لاستعراض قصص من واقع الحياة في هذا الشأن الخطير الكبير هذه بعض المؤسسات لهذه القضية قضية العدل بين الأبناء ومن مؤسسات ذلك ومع كولنا إنه أن هذا المال إنما هو مال الله أراد الله ألا أو بيَّن لنا سبحانه وتعالى ووجَّه لنا ووجَّهنا ووجَّهنا القرآن إلى ذلك أن لا تتركَّز الثروات في أيادٍ محدودة وأن يكون من خلال ذلك عدالةٌ في توزيع الثروات إذا لم تتحقق العدالة في توزيع الثروات فإنه سيكون الظلم وسيكون الطغيان وسيكون البغي والحقد والعدوان إلى غير ذلك من الآثار السلبية لذلك نصَّ القرآن قاعدةً كليةً كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم لا يتداول فقط للأغنياء المال فجعل من أسباب عدم تكريس أو تركيز الثروة في أيادٍ محدودة قضية المراث وقضية العدالة في التوزيع أثناء الحياة أحياناً قد يكون الحديث عن العدالة داخل الأسرة الواحدة أمراً هيناً ومطلباً في متناول اليد على أهمية وخطورة ذلك ولكن ما بالنا إذا نظرنا إلى القضية بمعناها العام الأكبر الأشمل العدالة في التوزيع على مستوى المجتمعات والأمم والهيئات الكبرى هنا لا بد قول أن أشير إلى هذا الموضوع بشيء من التفصيل والتطبيق والتخصيص أننا أيضاً ننظر إلى هذه القضية أو هكذا يجب أن ننظر إلى قضية المال في يد الآخرين أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب وأن الله قد بيَّن لنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وأنه هو في ذلك كله الحكيم العليم الخبير جل جلاله الرزاق ذو القوة المتين وأن الفقر ليس مقياساً عند الله وأن الغنى ليس بمقياس أيضاً عند الله وأنه كما قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً يسخر بعضنا لبعض سبحانه وتعالى لتسير هذه الحياة وأيضاً بيَّن لنا سبحانه وتعالى لا تمدَّن عينيك إلى ما متَّعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه فإذا ما رأينا أن الله قد بسط من الرزق على بعض من الناس فلنحمد الله، والنرضى عن الله، والنشكر الله، واللُّثن على كل مُحسن، وكل من يتقِن لها في هذا المال، وأن نكون بقلوبنا ودعائنا معهم، وأن نكون عولاً لهم، إلى غير ذلك من المعاني، فلا تتطلع العين على ما في يد إنسان آخر، وهذا لا يجوز أبداً، ولكن عن ماذا نتكلم؟ إذن؟ إذا كنا نتكلم عن عدالة التوزيع وحق التوزيع، وعدالة العطاء في الأسرة الواحدة، أليس من واجبنا أن نتكلم عن العدالة على مستوى المجتمعات والأمم؟ هنا القضية الكبرى، لنعالج كثيراً من الخلل في الاقتصاد، ولنعالج كثيراً من الخلل في القضايا الاجتماعية والأخلاقية والمرؤية إلى غير ذلك، والقضايا الشرعية أيضاً نتكلم عن حالة يكون فيها ظلم، أو اعتداء، أو تجاوز، أو منع لحقوق، أو أخذ للمال بغير حق، أو منع للمال عن أصحابه وحقه، إذا ليس عن الرزق الذي يسوقه الله للناس حلالاً طيباً مباركاً فيه، هنأهم الله جميعاً في ذلك، ولا عين لأحد في ذلك إن شاء الله أضرب حالتين أو مثلين لعلها توضح الأمر عندما يكون هناك من يعمل في الأمة، ما يسمى بالعمل العام، أو يخدم في الخدمة العامة ثم نجد أن من بعضهم أو لبعضهم من المخصصات والمكافآت، ما هو أضعاف عاشرة أضعاف ما يخصص لآخر، وربما الآخر أشد تعباً، وأكثر عطاءاً ربما أيضاً أين العدالة في هذا التوزيع، وأين الإنصاف، وأين منع تركيز الثروة في أياد محدودة، والله يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وأين معالجة الفقر والبطالة في هذا الشأن، وأين منع الإسراف والتبذير، وإهدار المال العام، هذه واحدة وأما الثانية، فعندما يكون هناك أناس وأنا أريد أن أتحدث بالعموميات جداً لأن لا يظن أحد إننا نعنيه بشيء، أو نعني فئة من الناس لا نريد أن نجرح مشاعر أحد، لكن لا بد أن نبين الحقيقة، الحقيقة الشرعية عندما يكون أناس قد جعلهم الله سبباً للكسب، سبباً للإتجار، سبباً للإنتاج، سبباً لإدارة المال، سبباً لسيولة المال قل ما شئت لا أريد أن أحدد، فلو أن هؤلاء أولاً يعطون العمال حقوقهم بشكل صحيح وثانياً يرضى الواحد منهم بربح معقول، نعم الإسلام لم يحدد ربحاً وسقفاً معيناً ولكن عندما تكون مثلاً لا على سبيل الحصر، القضايا متعلقة بغذاء وخاصة إذا كان أساسياً أو دواء لا، بل هنا يجب أن تتدخل الجهات المختصة لتحديد هذه الأرباح أقول دعنا من القوانين لنعد إلى أنفسنا، إلى مرؤتنا، إلى أخلاقنا، إلى قيم التكافل والتراحم والتعاون فيما بيننا أن يعود كل إنسان إلى نفسه، ومرة أخرى بالتعميم، لا بالتخصيص لو كان يرضى بعد أن يعطي كل عامل حقه وقد جنى ما جنى من ثروة بعرقه جبين هؤلاء العمال ثم بعد ذلك يرضى بربح معقول ولا أقول أكثر من ذلك ترى، أكان يمكن أن تتركز الثروات في أياد محددة وأن ينتشر الفقر وأن يكون الغلاء الفاحش الذي نراه اليوم بالتأكيد إذا أردنا أن نعالجه خللاً اجتماعياً، خللاً في العدالة الاجتماعية، خللاً في توزيع الثروات لا يكفي أن نتكلم على مستوى الأسرة الواحدة، بل لا بد أن نتكلم عن منهج الإسلام في المجتمع ككل في مثل هذه القضايا الخطيرة هذا بعض ما يجب أن نتنبه إليه لتحقيق معنى قوله تعالى كي لا يكون دولةً بين الأغنياء منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وآسف